يوم الأحد الماضي السفيرة الأميركية رومانسك التقت بتلاث مسؤولين كبار بالدولة العراقية هم كل من رئيس اتلاف دولة القانون سيد نور المالكي رئيس اتلاف النصر سيد حيدر العبادي سيد عمار الحكيم زعيم تياري حكمة بس ما نشرت هاي اللقاءات البارحة وقبل الضربة بلحظات غردت بيهن ثلاثة واحدة ورد ثانية على منصة اكس وفحوى البيانات كانت كالآتي ومن مكاتبهم الإعلامية بس رأى يقول بعد اللقاء استعرضت جانبان خلال اللقاء مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وبحسب البيان أكد المالكي على أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين احنا وامريكا مشيرا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين يعني يكون اتفاقية هي اتفاقية الإطار الستراتيجي بما ينسجم مع أهمية المرحلة الراهنة والأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة ووفقا للبيان جددت السفيرة الأميركية دعم بلادها لاستقرار العراق وأكدت الاستمرار بمواصلة الحوارات بين البلدين من أجل تعزيز مشاريع الشراكة بمختلف القطاعات المهمة والحيوية هاي ويا السيد المالك نجي بيان أبو يسر يقول بالنص أو بالنص تم مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين وشكل العلاقة المستقبلية فضلا عن الأوضاع في غزة وضرورة العمل على إنهاء معاناة المواطنين الفلسطينيين ختام جولتها كانت مسك مع السيد عمار الحكيم يقول اتفقنا على ضرورة وقف الهجمات على المنشآت الأميركية بالعراق وزيادة المساعدات الإنسانية لشعب غزة والحفاظ على السلام في جميع أنحاء المنطقة هذولة اللي تحدثت بيهم وهم صقور العملية السياسية وآباء الدولة العميقة وعلى مرأة ومسمع العراقيين والعالم كافي مزايدات بحديثكم عن كل شوية ويطلع واحد بتصريح السيادة ويطالب العراقيين بالاستنكار لإثبات وطنيتهم روحوا عاتبوا أسيادكم وولاة نعمتكم والثاني يطلع يغرد يطالب بمقاطعة البضاعة الأمريكية وإحراقها وهو يغرد بآيفون برو ماكس والتاهى طابقها